السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد واليوم عندنا معينة متأخرة نسبياً أو متأخرة كثير لمعالج الـ i7-12700K مع أنه جمعنا على معالج 12700KF قبل هيك وشفنا أداءه ولكن هاي معينة كاملة لهذا المعالج واستغلنا الفرصة عملنا أيضاً استعراض لمنتجات أخرى وعملناها بتجميعة لطيفة نسبياً خلينا نشوفها سوا موقع sdk بقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن وملحقات ألعاب وأهم منتج من هاي المنتجات هو الويندوز 10 برو اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة نكبس buy now نحط كود الخصم اللي هو c am وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار نعمل submit order نختار طريقة الدفع نكبس على get key عشان يطلع لنا مفتاح ويندوز نكبس start ونطبع activate عشان تطلع لنا صفحة تفعيل ويندوز نكبس change product key أو تغيير مفتاح ويندوز نحط المفتاح اللي اعطاني يا الموقع نكبس activate وهيك بيكون اتفاعل ونربط باللوحة الام هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود بوصف الفيديو السلام عليكم يا قوم معنا اليوم معالج ال i7-12700K أنا كنت متأخر فيه ولكن مد مؤدد ما حبي أعزر عليه قدامكو ورح نستخدم تجميع خنف وشارية بقطع من thermal take و motherboard من gigabyte معالج تجميعة اليوم من جيل ال i7-12700K كنا عين الأخ الأصغر إليه لنسخة الكي اف اللي ما شاف هاي الحلقة رح يكون رابطها في صندوق الوصف بيأي 12 نواة ثمانية الي هنه أنوية أداء وأربعة أنوية توفير 22 مسار بالإضافة لبوست بخمسة جيجا هيرس ما بيأي مبرد مع العبث الله واللوحة الام اللي اخترناها لهاي تجميعة كانت من جيجا بايت فئة الأوروس الزت 690 ألترا هاي اللوحة جماعة الخير فيها كل المواصفات اللي احنا بحاجة إلها لهاي الفئة من المعالجات اللي هي ال i7 من غير ما نروح مع ال extreme virgins من لوحات الأم اللي تدفع 1500-2000 دولار لوحة أكثر من المناسب إذا ما تشافين تجيب لونين الفضي والأسود وفيها فيزز قادرة أن تحافظ على أداء معالج ال i7 وتحافظ على البوست مع شرط وسوط اللي هو التبريد الكافي لمثل هذه المعالجات وبالذات اللي هو الجيل ال 12 والمبرد اللي اخترناها لنا اليوم اللي هو مقدم من Thermaltake اللي نسخة Flow RC Ultra 360 زي ما تشافين عليه ثلاث مراوح اللي هو مبرد مهول ولكن لم زي ما تشوف الحرارة الآن موجودة في الاختبارات ممتازة جدا مثل هذه المبرد بصراحة فاجأني كتير شكل وهو بيجي باخترف على المبردات الثانية بيجي عليه شاشة على اللي هو مبرد المعالج وشاشة على الرام هي جيميكي ولا لا تسويقية ولا لا هل بحجر الرام هل نعمل البوكس سريع زي ما تشافين في عن الراديتر مقاس قياسي ولكنه 360 بيجي عليه ثلاث مراوح 120 وفي عنا مبردين هذول مبردين مع شاشتين على كل مبرد واحد على السي بي والثاني على الرامات هل فعلا نحن بحاجة لتبريد على الرامات لا وما بزبط إلا على الرامات المقدمة من Thermaltake اللي هي Tuff Edition زي ما تشافين فيه برغيين على الطرفين الموجودات على الرام المروحة كثير ومتازة عجبتني كثير مروحة للستاتيك اللي يدفع الهواء من خلال الشفرات الخاصة المبرد وهي شغلة كثير ومتازة خلال المعالجات الـ Power Supply من Thermaltake كذلك الأمر اللي هو Tuff Power الـ i-Series الـ i-RGB للأسف الـ Plus اللي هو 1050 واط أكيد Overkill ولكن الجماعة الخير أنا دائماً أبداً بقول الأشياء الضرورية في أجستيك كمبيوتر والتجميعات للمستقبل دائماً أبداً جيبوا كمية أكبر من أنتم بحاجة إليها بالذات بالـ Power Supplies يعني Power Supplies بحاجة لقوة إنك تقدر تواكب التجميعات والمطلبات المستقبلية لقطع إذا بدك ترفع في المستقبل بيجي فل موديلر زي ما تشافين ما في أي كيبلات راكبة هي شغلة كثير كويس عشان تستخدم بس اللي بدك إياه المقبسة التقليدية مع كبسة التشغيل مع وجود اللي هو الـ RGB أو الـ RGB كيف يتحكم فيها أما بالنسبة لمواصفات بقية القطع الموجودة في هاي التجميع ممكن توقفوا الفيديو الآن عشان تتعرفوا عليها ونقدر نقول لكم إياه أن نستخدم كرت الـ NVIDIA 3080 Ti جميلة اختبارات لعملها الجيمين كانت بدقة الـ F80 لأنه هي اختبارات المعالج في المقابل الأول والأخير الكيس اللي استخدمناها هي كاستيرمل تيك كور P6 TG مخنوقة جميلة أي نعم قزاز من فوق من اليمين من الأمام ولكن هذا قزاز من سكر على الكيس ما فيه تبريد كافي هوا كافي بدخل يعني من منطقة يميني وسارة فوق يعني صغيرة جداً فيه كثير أزارة من الجهة الأمامية الـ Power LEDs ما اللي هو USB 3.0 و 2.60 و Type C و اللي هو وصلات للسماعات والريسات و لكن اللي بيقهرني أنا اللي هو البلاستيك هذا اللي جلوسي اللميع هذا يعني ببصمات مع غبرة بجمع بشكل رهيب جداً يعني حركة غبية بصراحة من الخلف يعني فتحة على الكيس اللي هو مبرد 360 عشان اللي هو المبرد اللي بركب عليها من الجهة اللي هو الأمامية والجانبية والعلوية زي ما تشافين في عنا هذا الـ Die Cut موجود للمبردة 360 أو بتركبه عليه مروحة 280 في عنا هاي القطع الموجودة بكرتونة في مكان أكثر من كافي موجودة عنا عشان نعمل راوتنج من الخلف مكان اللي هو الـ I-O و المروحة و مكان الـ PCI-E الـ Expansion Slows بكذلك تركبوه بطريقة أفقية كذلك الأمر و مكان الـ Power Supply تصميم الحجرة الداخلية للكيس تعودنا عليه كثير في كيسات مشابهة كبير و مكان المبرد من الجنب و من الأمام و من الأسفل و من الأسفل كذلك حجرة داخلية لـ Power Supply و في عنا مكان فوقي عشان نركب عندك اللي هو كرت الشاشة في الوضعية الأفقية وهي شغلة كويسة و كما ترون هاي في سحر اللي هو الإعداد و الإدتينج هاي عملنا تجميعها كاملة لم أجبني شيء كثير الـ Power Supply هون كنا ننكد عليها السراحة فرجيكم لماذا؟ جميل الكرت مع اللي هو الشاشتين مجددتها باللون السيلفر و تعطيك حرارة اللي هو الرام و تعطيك مؤشرات و حرارة الـ CPU ولو أحبيت ولكن ضول الـ RGB هذا كثيرا نضايقني بكاك يتحكم فيه و تشيل هذه الإضاءة ولكن تجميعها بصراحة شكلها طلع جميل جدا لا بأس فيه من ناحية اللونين اللي هي الأسود و السيلفر أنا بصراحة عجبتني لولا هالتينج كيدة تبعت الـ RGB هاي اللي سأنتكو عنها اللي موجودة تحت بالـ Power Supply و صراحة ما ركبت السيليك انسيت أركب السيليك تبع الـ USB عشان كتتتحكم عن طريق السوفتوير بيه الإضاءة الخاصة بالـ Power Supply أول اقتبار رحملنا اليوم اقتبار AIDA 64 اللي هو بضغط المعالج تقريبا لأقصى طاقة وأقصى قوة عليه أقصى حرارة وصلناها على هذا المبرد للمعالج الـ 12700K رح تتفاجأ هنا كانت بحتود اللي هو 62-63 درجة في أوية لا أكثر والأقل هاي شغلة كثير كثير ممتازة و نفس العملية اقتبار الثاني اللي عملناه اقتبار Cinebench R23 وصلنا تقريبا اللي هو نقاط على المالتيكور اللي هو اقتبارات الأنوية المتعادية 22-936 مقارنة مع الـ Single Core اللي اقتبار النوال 1-940 أداءه كثير مميز مقارنة مع الجيل السابق وممكن ترجع لذيديهات ثانية ما قرن اليوم مع معالجات ثانية ولكن الاختباره في الألعاب رح تكون مؤشر قوي اقتبار Time Spy Extreme حصلنا اللي هو 7700 و 61 نقطة للمعالج وما اختبارنا كثير اللي هو كرت الشاشة زي ما قلنا فيها التجميع لأن اقتباراتنا كانتها 1K لأداء المعالج على مثل هذه الاختبارات لشان الناس تعرف كيف يكون أداءه في اللي هو Synthetics ونفس العملية تطوير المحتوى اختبار للCPU اللي هو Profile اختبار جديد من اللي هو 3D Mark بعطيكم مؤشرات اللي هو النواء الواحدين نواتين وإلى آخره لغاية لما تصل إلى أقصى عدد من الأنوية نفس العملية بلندر أعطانا أداء متميز نفس العملية رغم أنه يعني الـ 2D أو الفيديوهات أو من خلال اللي هو برامج الـ 3D والرندرنج الـ VR يعطانا 15,000 ولي 19 نقطة نفس العملية أداء جيد لهذا المعالج بهذه الفئة السعرية أنا كتب صراحة كثير كثير مبسوط فيه ووصولا لإختبارات الألعاب أول لعبة موجودة عنا هي Shadow of the Tomb Raider زي ما انتوا شايفين قاديم نحكي عن 192-193 ليطار بالمعدل مقارنة محرارة ما تجاوزت 66 درجة مئوية على كرت الشاشة وقاديم نحكي على 44 أو 42 درجة مئوية موجودة على اللي هو CPU مثل هذه المعالجات قوية جدا لدعم الألعاب ذات اللي تعتمد على الكرت الشاشة في الـ Ray Tracing نحن نفعلين هون Ray Tracing ونحن نشغلين لـ NVIDIA DLSS ونفس العملية على بيت Metro Exodus مشغلين Ray Tracing اللي هو على Ultra ونفس العملية اللي هو DLSS على Quality قاديم نحصل متوسط فريمات 153 فريم على دقة اللي هو Full HD قاديم نحكي عن Ultra Ultra Settings هاي شغلة كثير مميزة لمثل هذه المعالجات تثبت قدرتها وفعليتها في مثل هذه الألعاب لعبة Wolfenstein قاديم نحكي نفس العملية تفعيل اللي هو Ray Tracing وDLSS قاديم نحكي عن 193-192 فريم وهي شغلة كثير ممتازة للعبة مبطالبة للغاية وحساس كثير ترى هذه اللعبة زيها زي توم بريدر بصراحة أنا بجوز لا راس راس لراس لا راس لعبة اللي هو هاتمن 3 قاديم نحكي عن 135-134 اللي هو فريم بالثاني مع تفعيل Ray Tracing وخاصية اللي هو DLSS وكذلك تدعم FSR هاي لها بس اختبرناها فقط على DLSS الآن بالRasterization اللي هو الرسم النقطي ما فيه Ray Tracing وما فيه تثبع الشاحة حتى نرى قدرة الكروت الحقيقية من غير DLSS في قابة Borderlands 3 قاديم نرى 150 اللي هو متوسط فريمات وقاديم نحكي كذلك عن حرارة CPU في اواخر اللي هو 30 بداية الاربيعينات لعبة 0 Dawn نفس العمل قاديم نحكي عن 155 فريم متوسط لهذه اللعبة وطلعوا على استهلاك كرت الشاشة قاديم نحكي أقصى طاقة تقريبا 150 ميجا هيرتز وبالخلاصة يا جماعة الخير تجميعها كانت من نسبة لي تجميعها جاي في الوقت الضايع لحقناها عشان نقارن المعالجة 12700K ولكن بصراحة جميلة جدا وكانت توافقية ما بين قطع ممتازة المعالجة 12700K ونسخة الأخر الأصغر منه الكي اف معالجات جيدة بتحقق تقريبا معادلة السعر مقابل الأداء بالذات مع الخصومات المتوقعة على أسعار هذه المعالجات مع طرح اللي هو جيل الثلاث عشر مترقب للناس اللي تحب تستثمر مثل هذا الجيل وبالنسبة لي اللوحة الأم كانت استثمار جيد كذلك الأمر ما رحنا مع اللي هو الحبشتكات الفاضي اللي موجودة باللوحات الأم من الفئة العالية هذه اللوحة أدت الغرض وزيادة ما فيش أي تحدي كان مثل هذه اللوحات والتبريد اللي شفناه من كان أكثر من كافي لهذا المعالج وممتاز بصراحة رغم أني شوية متحفظ على موضوع اللي هو التبريد الخاص بالرام لأنه بصراحة يعني مش شايفه عملي كثير مش بحاجة لرامات لها حتى DDR5 مع الأوبر كلوكينج العالي ممكن تحتاجه ولكن مثل هذه الرامات مش بحاجة لا مثل هذه المبردات الخيالية بصراحة من ناحية اللي هو شاشتين واحدة على الـ CPU واحدة على الرام رغم أنه من معطيه منظر الجمالي لا بأس فيه وفي مهاية المطاف الـ Power Supply زيما قلنا استثمار جيد للمستقبل علشان إذا بكترفعوا وتعملوا أي استثمارات مستقبلية الملاحظة الوحيدة اللي كانت موجودة عني من ناحية السلبية هيتها جميعين موضوع الـ IRGB الموجود على Power Supply وسيمكنك طبعا تطفوه من خلال اللي هو السوفتوير ونفس العملية الكيس مخنوقة ما فيه تبريد كافي وما فيه اتحاد كافية كان بمكانهم يحطوا ميش من الأمام والأمور تكون طيبة ما فيهنهم أي اشكالية ولكن يحبوا يحطوا الزازة بكل الجهات وكل المناطق وإمكانك تحط رادياتور من تحت أو مراوح من تحت بتعزز اللي هو الـ Air Flow بهاي اللي هو الكيس ولكن بيحجر استثمار قوي جداً والشغلة الثانية اللي عجبتني بالكيس وما كانت نقصل به المراوح كثير كثير عجبتني المراوح الموجودة مع هذا المبرد بتذكرني مراوح التيفون القديمة وتوافقية هاي بيكتديروا بالكو هذا المبرد بتراعون ممكن ما يجي مع بدون اللي هو البراكت الخاص معالجات السوكت الألف و سمعمية لازم تشتروا بشكل نون فصل تقريباً قديم نحكي عن 20 دولار وهي الشغلة سيئة بصراحة ثاني ملتيكة كانوا يوفروا مجاناً للناس بتشتري مثل هذه المبردات ولكن نسخة جديدة من هذه المبردات تأتي بهذه السوكت لنهاية هذا الفيديو على عادتنا إلى مد بالنهاية شكراً لكم على المتابعة إن شاء الله أكون أعجبكم هذا الفيديو إذا أعجبكم عنه لايك أو إعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعل الجرس التنبيهات عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئل ملاحظات أو اقتراحات طب التعليقات ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم تحية كبيرة جداً من دارك ومني أنا مود سلامة